لا يخفى على شريف علمكم قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه تحابا في الله الحب في الله الحب في الله اجتمع عليه في الدنيا وتفرق عليه بموت أحدهما أو بموتهما جميعا اجتمى عليه وتفرق عليه وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا خرج في الطريق مسافرا فأرسل الله تبارك وتعالى على مدرجته ملكا فقال له الملك ملك طبعا على سورة بشر قال له الملك إلى أين قال أريد البلد الفلاني قال ماذا تريد في البلد الفلاني قال أريد فلانا يعني أنا منطلق لأزور فلانا قال هل له عليك نعمة تربها له هل له عليك فضل هل له عليك يد يعني تسوي لك خير وبتروح تجازه بالخير قال لا إلا إني أحبه في الله فأوحى الله إلى الملك أن الله أحبه لماذا؟ لأنه أحب في الله أحب في الله وإذا جاء في الحديث المتحابون بجلالي أظلهم اليوم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي فلنحب بعضنا في الله تبارك وتعالى